صرح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بأنه نظرا لما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من محاولات خبيثة في زرع الفتنة عبر حسابات مدسوسة تروج الأكاذيب والشائعات والتي تقتضي الوقوف بحزم في وجه هذه الدعوات المشبوهة التي تستهدف تقويض العلاقة المتينة والراسخة بين أركان القيادة وكذلك بين أطياف المجتمع البحريني المسالم وعليه نهيب بكافة المواطنين الكرام عدم الالتفات إلى الحسابات التواصل الاجتماعي المغرضة والمثيرة للفتنة وما تبثه من شائعات وأكاذيب مسيئة لمملكة البحرين قيادة وشعبا والخارج عن عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة مشددين على أهمية اتخاذ الجهات المعنية أقصى درجات الصرامة والحزم ضد كل من يهدد ويقوض السلم الأهلي والمجتمعي ويسعى لبث الفتن وأضف سموه بأننا مؤكدين في الوقت ذاته أنه لن نتهاون مع كل من يحاول العبث بأركان الدولة ونيلى من الذات الملكية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين ونحذر بشدة أي طرف كان من الزج باسمنا في هذه الفتنة والحديث بلساننا بأي شكل من الأشكال موسيقى